أعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات القطارات دي مميزة ومطورة للمسافة أكتر من 20 كم بدءاً من النهاردة هذه الخطوة بتأتي في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير للمسؤولين بهيئة السكة الحديد باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر خاصة مع تطبيق مبادرة التصدي لرقوب القطارات بدون تذكرة بتتيح التذكرة لحاملها التوجه مباشرة لرقوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة تيسيراً على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول ولتوفير الوقت والجهد لجمهور الركاب تذكرة السفر الإسبوعية بتتضمن 12 رحلة بالدرجات المميزة والمطورة وبتتيح لحاملها التوجه مباشرة للقطار دون المرور على شبابيك التذاكر سواء في رحلة الذهاب أو حتى في رحلة العودة وده لمدة 6 أيام محددة سلفاً ده بالإضافة لمحطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ صلاحية التذكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر